زاكي رستم ابن البشوات اللي تولد في 5 مارس سنة 1903 وتحدى عيلته حباً في الفن فطردته عيلته من القصر الخاص بيها وقطعته والدته ورغم كده أهدى حياته كلها للفن لدرجة إنه ما تجوزش وعاش للفن موسيقى كان أحد أعمدته وعملقته وأجاد كل دور قدم فيه وخصوصاً أدوار الشر اللي وصل فيها لقمة الاندماج لدرجة إن المتفرج كان بيحس بالرعب من حدة نظراته وتعبيرات وشه ورغم إنه كان من أفضل الفنانين اللي جسدوا أدوار الشر إلا إن الفنان الكبير زاكي رستم كان بيبدع وبيجيد أدوار الخير وشخصية الأب اللي بيفيد بالحنان وعشان كده معرفتش الشاشة فنان بقوة وملامح وموهبة الفنان الكبير زاكي رستم واللي اشتهر بإنه أشهر عازب في الوسط الفني حتى وصفوا النقاد العالميين بإنه أكتر الفنانين موهبة لدرجة إنه اخترته مجلد باري باتش كواحد من أفضل عشر ممثلين في العالم وكان الفنان الكبير زاكي رستم معروف بشدة اندماجه في التمثيل لدرجة كبيرة سواء فيه أدوار الخير أو الشر واشتهر بقوة اندماجه في الشخصية حتى إن الفنانات اللي شاركوا أعماله كانوا بيخافوا منه خصوصا لما يقتضي المشهد إنه يضرب أو يصفع واحدة فيهم خوفا من شدة اندماجه ومن بين النجمات دي الفنانة مجدا اللي شاركته بطولة فيلم أين عمري وجسد فيه الفنان الكبير زاكي رستم أحد أقوى أدواره لما قام بدور الباشا الثري اللي بيتجوز من فتاة أصغر منه في السن بكتير وبيعتبر واحد من أقوى أفلام الدراما المصرية وقالت مجدا إنها دورت قبل التصوير عن الفنان زاكي رستم وارتعبت لما عرفت إنه بينفرد بنفسه في غرفته لأنها عرفت إنه بيعمل كده لما بيبقى بيندمج في المشاهد ولما خرج من غرفته ودارت الكاميرا اترعشت شفيفها وهي بتقول له أنت ما عندكش كرامة فضربها زاكي رستم ضربة مجعة لدرجة إنها سمعت صراق العمال والفنيين وشافوا الدنيا بتتهز قدامها وانهارت ووقعت على الأرض بعد ما أغم عليها وكتير ما يعرفوش إن الفنان زاكي رستم كان بطل في كمال الأجسام في بداية حياته وكان رياضي جدا وجده كان رستم باشا واحد من أغنى أغنياء مصر وكان سبب فيه إصابة والدته بحزن شديد وتعرضها للإصابة بالشلل لأنها كانت بتتمنى إنه يلتحق بكلية الحقوق لكنه مارس رياضة في سن الشباب وحصل على بطولة الجمهورية في حملة الأثقال بس ما كملش تعرض لحالة نفسية سيئة لما أصيب بضعف شديد في السمع وبقى غير قادر على سماع أصوات زميله الفنانين أثناء التصوير وده عرضوا للكتير من المواقف المحرجة وعاش أيامه الأخيرة مع رجل عجوز كان بيتولى خدمته وكان عنده كان بيحبه بيرفقه دايما وفي 15 فبراير سنة 1972 رحل عن الحياة إثر أزمة قلبية ومات وحيدا في بيته وشيع جثمانه أربع أشخاص بس من بينهم الخادم اللي لازموا طور رحلة حياته المليانة بالغموض والوحدة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر